هذي الجماعات تتم تجنيدها لصالح قوة في الخارج ما في خلاف عليه الاتهام ده يوجه لمين؟ للخارج والداخل ان احنا سمحنا بالطبور الخامس في الداخل برعايتهم برعايتهم هم ما تدخلوا في شأننا طبعا مش عايزة كلام ونحن ده إسرائيل إسرائيل تدخل ليه في الشأن الداخلي السوري ده سوريا لو كانت إسرائيل حربتها ما جاتش تعمل فيها قد اللي عملت في نفسها حتى تعمل فيها إيه سوريا تمزقت الجيش كله تمزق والباد هدمت وخمسة مليون سوري مهاجرين وأكتر من نصف مليون سوري ماتوا تقول لي حرب إيه سبعة وستين قول لي في التاريخ الإنساني حصل حرب بالتدمير اللي حصل في دولة عربية زي اللي حصل في سوريا ده لما حصلت فلسطين في ثبانية واربئين ما حصلش اللي حصل في سوريا ده أنا بقول للأزمة السورية دي هتفضل تقرقنا وإحنا رحين قبرنا لإن إيه أزمة يعني فجرت كل يا نبيع القاهية اللي موجودة في الإنسان العربي يا نبيع الطائفية الرهيبة الرهيبة السني والشيعي والدرزي والمسيحي والمسلم والكردي والعربي مش ممكن والدرزي وكل يعني نقدر نقول نحن نمر في أسوأ مرحلة بالتاريخ في التاريخ الإنساني ما مرش العرب بالحالة ده من قام المغول إحنا ما شفناش ما شفناش حتى أيام الاحتلال البريطاني والفرائيسي لا 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 الاحتلال البريطاني كان رؤوف رحيم معانا بالنسبة للي نبيع الكرهية اللي تفكرت في العالم العربي الآن والتي سوف تتفكر ما حصل في أوروبا بالأمس بداية ليس نهاية وهذا حيحصينا أشياء كبيرة جدا إذا أنا بروح من